أكد وزير الخارجية سامح شكري عمق العلاقات المصرية الإيطالية وأهمية البناء على الزخم الذي تشهده خلال الفترة الأخيرة وخلال لقائه ستيفانيا كراكسي رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالي شدد شكري على اهتمام مصر بتأسير تدفقات الاستثمارات الإيطالية إلى القطاعات الوعدة بالسوق المصرية وتعزيز انخراط الوكالة الإيطالية للتعاون الإمائي في المشروعات الوطنية التنموية من جانبها أكدت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية على الأولوية التي توليها بلادها لدفع التعاون مع مصر كما أثنت على الاتراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتقدم المحرز في تنفيذها تناول لقاء التعاون في عدد من المجالات في صدارتها ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط بالإضافة إلى جهود مكافحة الإرهاب